ترجمة نانسي قنقر تساعدنا منازل أرقام العدد أو قيمها المنزلية على قراءة العدد كما يظهر هنا في هذا العدد فنكتبه بالصيغة القياسية 10 وتسعة وأربعين من مئة وهي الطريقة المألوفة باستعمال أرقامه وعند كتابته على صورة مجموع القيم المنزلية لأرقامه صفر زائد عشرة زائد أربعة من عشرة زائد تسعة من مئة فإنها تسمى الصيغة التحليلية أما الصيغة اللفظية فهي كتابة العدد باستعمال الكلمات عشرة وتسعة وأربعون من مئة بتطبيق ما يعلمنا هذا الدرس نستطيع كتابة المسافة التي تقطعها العنكبوت بعدة طرق كما تظهر واحد وتسعة من عشرة ونقرأها واحد وتسعة أعشار الكيلومتر يعلمنا هذا الدرس كيف نقرأ ونكتب الأعداد ضمن أجزاء الألف بالصيغة القياسية والتحليلية واللفظية اشتركوا في القناة